أخذت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضراموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن بمدينة المكلة اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد الحامد لمناقشة الحالة الأمنية والازدحامات المرورية في مدينة المكلة وأقدم مدير أمن المكلة العقيد صلاح المشجري تقييم حول الازدحامات المرورية وأسبابها وأبرز الصعوبات التي تواجه مديرية أمن المكلة وطرح عدد من المقترحات لتأهيل الكادر البشري وتوفير ميزانية تشغيلية للمراكز وأكدت اللجنة الاستشارية برفع التوصيات المستخلصة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة كما بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضر موت في اجتماع برئاسة رئيس اللجنة محمد الحامد واقع كهرباء ساحل حضر موت وريافه وصرد مدير عموم المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضر موت المهندس مازن بن مخاشن ومدير الهيئة العامة لكهرباء الريف بالساحل المهندس عبدالله بن بشر الوضع العام للكهرباء والقدرة التشغيلية والعجز واحتياج الصيانة وعدد من الصعوبات وأبرز الاحتياجات وأشارت اللجنة الاستشارية برفع التوصيات وفق الحلول المتاحة والعمل بها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة